طيب التحول الرقمي والتأمين الصحي لخدمة الفلاح ده مهم جدا احنا عندنا حاجة اسمها كارت الفلاح الذكي الكارت هو الذكي الفلاح دائما ذكي ده شيء معروف بالذات الفلاح المصري اللي بنى اعظم حضارة في تاريخ الانسانية كلها تم الانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر اربعة واحد من عشر مليون كارت مطبوعة تم اصداره بيمثل حوالي خمسة مليون ومتين الف حيازة زراعية مسجلة على مساحة سبعة واثنين من عشر مليون فدان الف جمعية زراعية تم الانتهاء من تفعيل خاصية الدفع الالكتروني فيها باستخدام كارت ميزة الفلاح عشرين خدمة زراعية تم ميكانتها وجاري ربطها حاليا مع بوابة مصر الرقمية ده تمهيدا لاطلاقها عندي خمسة تلاف وسبعمائة جمعية زراعية تم تجهزها باجهزة تابلت واء بي او اس اللي هو اللي نحط فيه كارت ده وندفع ونحط الرقم البين والكلام ده طيب اتنين مليون مستفيد من تطبيق اسمه هود هود وهو صديق الفلاح كبوجرة العادة وهو جاري تحديث هذا التطبيق بحيث انه يبقى متواكب متناسب متطابق جاري مع احدث الانظمة بتاعة الذكاء الاصطناعي في العالم طبعا ده بالاضافة للتأمين الصحي للفلاحين وهو نظام تكافلي الزامي التأمين الصحي على الفلاح الزامي لانه بيقدم كل الخدمات اللي بتقدمها هيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين من نظام التأمين الصحي تأمين وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتشخيصية اللي بيغطيها التأمين الصحي في حالات المرض والحوادث لقدر الله وبتشمل الخدمات الطبية والفحوص الطبية وصرف العلاج وغيرها من الخدمات اللي بطبيعة الحال يجب ان تقدم من خلال التأمين الصحي لفلاحين ومزارعين أهلنا يعني من الآخر علاج الفلاح وعمل الزراعة غير الخاضع لأي قانون آخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بيها رعايته طبيا الحقيقة طول مدة انتفاعه من هذه الخدمات إلى أن يشفى وتستقر حالته أقولك أقل حاجة تقدم للفلاح المصري اشتركوا في القناة